هذا كلمات كلها فنية مثلا في النظام القضائي الأمريكي السلطة التقديرية سموها سلطة تقديرية سلطة قضائية تقديرية للقاضي واسعة جدا كثير بمعنى أن القانون للأسف يسمح في الجريمة ذاتها بعقوبة تتراوح بين سنة و 25 سنة كثير صحيح فيه هنا خلال فيه شيء بش طبيعي هنا الجريبة ذاتها ممكن تستحق سنة وممكن يأخذ المجترم 25 سنة لماذا موجودة طيب من الذي يفصل القاضي القاضي كان عندي سلطة تقديرية النظام نفسه يسمح لي بهذا لذلك كانت ثورة مارفين فرانكل ومن بعده إدوارد كيندي على هذا الموضوع على التشويش النظامي أنه ينبغي الحد على فكرة إلى أوائل السبعينيات السبعين والسبعين 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 كان النظام الغربي خاصة الأمريكي يفخر أنه يعطي القضاء ماذا؟ يعطي القضاء سلطة تقديرية واسعة وعريضه ما شاء الله يعني شيء حلو بفضل جهود مارفين فرانكل أصبحت هذه موطن ماذا؟ موطن انتقاد وسخط هذا الشيء مهو طيب وما ينبغي أن يستمر لا بد أن تقلص هوامش هذه السلطة إذا لا بد أن المبادئ إرشادية قصة طويلة لن نخوض فيها وجودها أيضا في مظنها ممكن تقرأه بالتفصيل ما الذي حصل وفعلا قلصت السلطة التقديرية ماذا؟ هذا القضاء وهذا شيء جميل تقدمنا خطوات نحو الأعدالة هذا شيء كويس أحيانا لا يكون التشويش بسبب النظام بسبب البنية والهيكل لا بسبب الحاكم نفسي الشخص أنا وأنت والقاضي والطبيب وموظف اللجوء وموظف الجامعة إلى خيري كيف يعني؟ هنا عوامل كثيرة تتداخل وتتفاعل لتحدث تشويشا في أحكامه في أحكام هؤلاء الأشخاص كما قلت لكم سواء كانوا أكثر من شخص أو حتى شخصا واحدا والتشويش في داخله أو من خلاله وبه مثل مثلا أسباب كثيرة أسباب كثيرة هناك منها أسباب مزاجية المود المزاج المزاج هل هذه المزاج؟ هل هذه ثابت؟ ثابت بعد مطالعة ومراجعة كما قلت لكم ملايين الأحكام القضائية إذا نتحدث في سجل القضاء ملايين بعد مطالعة ملايين على مدى عقود أحيانا عشرين سنة ثلاثين سنة كما قلت لكم اتضح أو وضح للأسف الشديد أن القضاء يصدرون أحكاما متسلطة شديدة متعسفة غير مبررة يوم الاثنين المعقب لإنهزام الفريق المحلي في المدينة المحلية مدينة القاضي التي يقضي فيها وفيها الكورت تخيل في عطلة نهاية الأسبوع يكون صار يوم السبتة أو لحد مباراة الفريق المحلي خسر يأتي القاضي يوم الاثنين يا وير ويرو الذي خضيتهم أعرضوا عليه يأخذ أشد الأحكام قال لك طالعنا ملايين الأحكام طلعت نفس النتيجة لا إله إلا الله هنا القاضي هل يحركوا تحيز لا يوجد تحيز لأن هذا المتهم قد يكون كما قلت لكم ابن المدينة ابن الحي وأبيض مثل هذا لكن مزاجي أنا كقاضي ليس على بعضه أنا مزاجي الحين مختل لأنه نهزمنا مبارح أول مبارح خلاص ليس أقول تحيز المزاج ليس حلو المزاج المزاج في القضاء طبعا في القضاء وفي كل شي تخيل والطبيب يا قع ضحية هذا والجراح يا قع ضحية لهذا والعسكري وإيش مرعب والشيخ الذي زينه والقطيب والمفكر يا قع طبعا أنت الآن تعال استفز أي إنسان سأله قبل أن تستفزه رأيه في موضوع معين سيبدأ لك رأيه مثلا في الخلاف مثلا نفترض بين هؤلاء وهؤلاء لماذا نذكر يعني مثلا الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء ربما يعرف لك على الرأي متوازن إلى حد ما متظاهر بماذا بالتقبل والتسامح أتركه بعدين بعد ثلاثة أربع ساعات في الجلسة الذات في المجلس نفسية لم ينفصل استفزه بأن تذكر له شيئا ذكره أحد المنتمين إلى الفريق الآخر هو حاولي تساهم معه حقه هو أنت تحدث مع عالم أو شيخ أو واعز أو داعي أو مفكر أو فيلسوف شخص آخر غادي داعي أو مفكر حكي عنه وقال له حتى اليوتيوب منزل عليك مقطع كذا كذا وبعد قليل نصف ساعة أخرى ليسأله رجل آخر المواطعة بينك وبينو عن نفس الموضوع لن يجيب بالجواب نفسه ستصبح الهجية متشددة أكثر مع الفريق الآخر العامل الشخص يدخل هنا مباشرة شوش حصل فيه تشويش واضح؟ لو هناك إنحياز مبدعي لا ظهر في الجواب الأول لا ظهر ظهر الآن إذن هذا نتيجة ماذا؟ ليس إنحياز عشان تفهم الموساطق العلمية هذا ليس نتيجة إنحياز نتيجة ماذا؟ تشويش إذن فهمنا يا إخواني موضوع المزاج مهم جدا أكثر عالم نفس درس موضوع المزاج واحد أسترالي اسمه جوزيف فورغاس جوزيف فورغاس قدم أكثر من مئة ورقة علمية في المزاج تخير 5 شرات علمية محكمة أكثر من مئة بيباك عن المزاج بأسنوات طويلة يدرس صار هذا فيلسوفي المزاج جوزيف فورغاس الأشياء الجميلة التي اتهى إليها فورغاس الأسترالي قال لك كالتالي المزاج الجيد نعمة مختلطة يعني ما تفكروني دائما يقدمك كويس في كل حاجة سيزففك بردو مشاكل بس يعني يبدو أن حسنات إن شاء الله أكثر يبدو أن حسناتي أكثر من سيئاتي لكن عنده سيئات ككل شيء لا يوجد شيء محط لا يوجد شيء يتمحط فقال المزاج الجيد يجعل الشخص أكثر إيجابية تحب تتواصل معه باسمها لك تحب تستشيره باسمها لك تتعاون معه وأكثر تعاونية بتعاون معك التفاوض معه تحب تتفاوض معه على صفقة حتى تفاوض سياسي حتى كذا أي شيء قال لك التفاوض معه يكون أسلس وأسهل والعجيب أن ذا المزاج الجيد هو يعود ويخرج من الصفقات أيضا بنتائج أحسن حتى هو يربح أيضا يوين أي وين زي نقول الأمريكان أنت بتربع أنا بربح لأنه مزاج جيد فكأن المزاج الجيد يحفز ماذا إيجابية في الآخرين أيضا أكيد صح تشوفهم توتر تتوتر تشوفهم تغضبان أنت برضو تهتريك من أيضا توتر الغضب تكون أنت غضبان شوي هو كثير هذي وجميل وكذا تهدى الطبع يعدي الطبع يعدي لا إلي الله والحالات النفسية تعدي حالات النفسية تعدي صح فقال لك هذا من الحسنات المزاج من حسنات المزاج الجيد طيب أنت تقول لي عنده سيئات آه عنده سيئات من سيئات المزاج الجيد أنه يجعلك أكثر هبلا بلغتي يسموه أكثر ساذاجة تصبح ساذجا أكثر يعني مغفلا قابلا للتغفير